استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية استقبل السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية بحضور السيد أحمد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس والذي قدم إلى سموه فريق مركز الدوي الرياضي الحائز على أربع ميداليات ملونة وهي ميداليتان فضيتان وميداليتان بروزيتان في بطولة العالم للأندياتي للتيكواندو والتي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية ونقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تحياتي وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى لاعبي مركز الدوي والجهاز الإداري والفني بمناسبة تحقيق الإنجاز العالمي الكبير مؤكدا أن هذا الإنجاز ثمرة من ثمار الدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك المفدى للحركة الرياضية والتي حققت إنجازات مشرفة على مختلف الأصعدة وهنأ سموه الأبطال واللاعبين مؤكدا لهم أنهم كانوا خير سفراء للرياضة البحرينية في هذا المحفل الرياضي العالمي مطالبا اللاعبين ببذل المزيد من الجهد في المستقبل وتحقيق المزيد من البطولات خاصة وأن جميع اللاعبين يمتلكون الحماسة والإصرار للارتقاء بمهاراتهم وأكد سموه أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لو لا الجهود الطيبة التي بدلها اللاعبون طيلة منافسات البطولة العالمية مقدرا العمل المتميز الذي قام به الجهاز الفني والإداري للفريق طيلة رحلته لتحقيق الميداليات العالمية من جانبه أشاد رئيس الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس المهندس أحمد الخياط باهتمام ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لرياضة الدفاع عن النفس في المملكة والتي أثمرت عن تحقيق أبطالها للعديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة في حين أشاد رئيس مركز الدوي الرياضي عبدالله عيسى الدوي بدعم سموه للمركز في رحلته بالبطولة مؤكدا أن المركز سيعمل على وضع الخطط والبرامج لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية المشرفة تنفيذا لتوجيهات سموه